عبر سكايب معنا من درعة مباشرة المنوصل الأخبار الآن محمد الحراني محمد مساء الخير أهلا بك معنا إذن تطورات عسكرية جديدة في درعة خاصة في حي المنشية ماذا جرى؟ نعم خديجة مساء الخير كما ذكرتني هناك تحشيدات عسكرية لقوات النظام المدعومة من ميليشيات طائفية وميليشيات إيرانية قد وصلت إلى درعة منذ الأمس جرت هناك اشتباكات وتم استدافة الارتال العسكرية من قبل فصالة جبهة جنوبية برجمات الصواريخ في منطقة خربة غزالة بالتحديد على الاستراد الدولي وأيضا جرت اشتباكات في حي المنشية اشتباكات متقطعة بالتزاون مع قصف مدفعي من قبل قوات النظام والميليشيات الموالية له في درعة المحطة على أحيان درعة البلد المحررة بصواريخ الفيل ورجمات الصواريخ وقذائف الهاون الجديد بالذكر خديجة أن النظام السوري يزوج بميليشيات أجنبية ببدعومة من إيران إلى الجبهة الجنوبية على عدة نقاط مهمة مثل مدينة إزراع مثل ملدة نامر أيضا وخربة غزالة ودرعة المحطة هذه الميليشيات قد وصلت لمساندة القوات الموجودة داخل درعة المحطة بالتحديد في منطقة سجنة التي فشلت بالتقدم إلى حي المنشية الذي يسعى إليها النظام بهدف فتح معابر دولية مع دول مجاورة عبر معبر الرمثة وعبر جمع الدرعة القديم هذه التحديدات وصلت بالتزامع وصول تحديدات أخرى إلى البادية السورية من قبل الحجد الشعبي أيضا هذه التحديدات ربما يشهد الجنوب في الأيام القادمة معارك محتدمة أما بين هذه الميليشيات والفصائل الجبهة الجنوبية المتعومة من أصدقاء الشعب السوري ربما اليوم هناك تحدي واضح من قبل إيران وميليشياتها على الأرض في سوريا إلى القرار الأمريكي في البادية السورية بالتحديد وفي الجبهة الجنوبية أيضا في سياق آخر خديجة هناك خمسة عشر قتيلا في كفر شمس شمال درعة سقطوا نتيجة انفجار عبوة متفجرة قد زرعتها قوات النظامة القريبة من ملدة كفر شمس أدت إلى سقوط هذا العدد من الضحايا جلهم للمدنيين بينهم ثلاثة قيادات عسكرية من جبهة الجنوبية هذا ما جرى اليوم وآخر طورات في درعة بالنسبة للأوضاع العسكرية بالنسبة للأوضاع الإنسانية خديجة هناك حالة نزوح نعم خديجة معا نعم تفضل في موضوع الإنساني محمد خاصة أنه نحن في شهر رمضان الآن نعم خديجة هناك حالة نزوح في مستمرة من منطقة حوض اليارموك التي تسطر عليها ميليشيات داعش والإرهابية أيضا إلى السهولة المجاورة أيضا هناك الوضع الإنساني الذي يزداد سوءا في منطقة درعة البلد التي تجي التحجير سكانها جراء المعارك التي تجري هناك منذ مئة يوم تقريبا بين قوات نظام فصال الجفاء الجنوبية هذه هولاء المدنيين الذي يقدر عندهم بخمسة ألاف نسم هم مهجرين في السهول يلقون وضع إنسانية سيئة وخاصة نحن الآن في شهر رمضان المبارك هؤلاء المدنيين يفتقرون من كل مقاومات الحياة من ماء وشرب وأدوية في هذه الأيام الفضيلة شكرا لك محمد الحراني مرسل الأخبار الآن كنت من عبر الأخمار الصناعية مباشرة من درعة